بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بالجميع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا وقد كان من أعظم صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم التواضع فلا يميز نفسه لا في مجلس ولا في لباس ولا في كلام واتصف بهذه الصفة الصحابة والتابعون لهم بإحسان فلا تجدوا من صفاتهم إلا التواضع ولين الجانب ولصعوبة حصر القصص والمواقف للسابقين في التواضع سأقتصر على ما في يدي من تواضع المعاصرين وأثناء جمع هذه المعدة وجدت قصصا ومواقف لتواضع الحكام والسلاطين عبر التاريخ لعلي أفد لها لقاء لاحق بإذن الله الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي رحمه الله كان من كبار العلماء وأجلائهم وكان أمينا لمكتبة الحرم المكي زار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المكتبة يبحث عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي فوجد رجلا عليه هيئة متواضعة فسلم الشيخ أحمد شاكر على هذا الرجل الكبير في السن الذي لا يعرفه وذهب هذا الرجل لإحضار الشاعي للشيخ أحمد شاكر وأثناء ذهاب الرجل سأل الشيخ أحمد شاكر بعض من كان حاضرا أين الشيخ الجليل عبد الرحمن المعلمي أمين المكتبة فقالوا له من ذهب لإحضار الشاعي لك هو الشيخ عبد الرحمن المعلمي فتعجب الشيخ أحمد شاكر من تواضعه على جلالة قدره فائدة قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس من المرؤة أن تستخدم الضيف وقد أورد هذا الأثر بن حجل رحمه الله في الفتح في حديث شرب اللبن في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالصحابة كانوا جالسين في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أبو هريرة يناول الرجل إناء اللبن فيشرب ثم يرده إلى أبي هريرة ثم يناول الثاني فيشرب ثم يرده إليه وكان من الممكن أن يناول الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا لكن قيل ليس من المرؤة أن تستخدم الضيف ومثل ذلك الطيب الذي يدار في المجالس لكن ذكر ابن حجر إذا سقطت الكل فيعطحت الميانة وما صار من العيب فلا بأس لما أراد الشيخ العالم ابن باز رحمه الله أن يخرج من المسجد سبقه الشيخ العالم ابن غديار رحمه الله عند باب المسجد ليرتب له نعليه الشيخ العالم محمد الأمين الشنقيط رحمه الله كان متواضعا في لباسه يلبس أي شيء قد يكون لباسه في بعض الخروق لكن لا يبالي ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن ردي تبرد إن الجمال معادن ومناقب أورثنا مجدا ولا يراد من هذا أن يلبس الإنسان لباس سيئة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يلبس أحسن اللباس لكن ما رد ذلك إلى طبائع الناس وقد سمى ابن الجوز رحمه الله في صيد الخاطر من يعنى بظاهره ولباسه دون باطنه بزهاد الثياب كان الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله يدعى في بعض البلاد ويحجز له في فندق خمس نجوم فلا يقيم فيها بل عند أصحابه زارنا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله مرة في الكويت وترك الإقامة في فندق خمس نجوم ونام عند صديقه في صالة الشقة والغريب أن مثل هذا الأمر ذكره الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله عن الشيخ أبو الحسن الندوي لما زار المدينة المنورة وذكره أيضا الشيخ حسن الشافع في ذكرياته عن الشيخ أبو الحسن الندوي لما زار القاهرة ترك الفندق ونام عند صاحبه والشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله ما عنده مشكلة في الفنادق لكن هكذا طبعا يحب الخمول يحب البساطة والأفوية وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد كان آية في التواضع متواضعا في كلامه في ابتسامته في لباسه في مركوبه في كل شيء طبعا أنا حرمت من الدراسة على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإن كنت قد سمعت أكثر شروحه العلمية لكن بذكر لكم معاي موقف إلا طبعا تدرون أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يحب واحد يقبل راسه بدون لا يصافح لازم يصافح على الأقل صافح بدون لا تقبل راسه وأول مرة شفت فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسجده كان يصافح واحد ويكلمه فجيت هنا ولد شبابه مدرعم وعلى طول قبلت راسه الظاهر أني ضايقت الشيخ فخزني خزه وقال صافح صافح طبعا أنا لا أدب ولا صبر فقلت له يا شيخ إيدك مشغولة بالمصافحة والمشغول لا يشغل فابتسم الله يرحمه جاه واحد زعلان عند باب المسجد فقال له يا شيخ الله رزقني بولد أنا بسميه سامي وبوي بسميه عطى الله قال له سامي وعطى الله يعني شلي جمعهم سلم على الوالد وقول له الشيخ ابن عثيمين يقول سمى عبد الله حدثني الأخ عبد الرحمن ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشيخ كان ينهاهم أن يسموا أبناءهم باسمه فجاء الأخ عبد الله بيسمي ابنه محمد على والده الشيخ محمد ابن عثيمين فرفض جاء عبد الرحمن ورفض أيضا يقول لكن الأخ ابراهيم لقال حيلة دخل على الوالد وهو في المكتبة وقبل راسه وقال له يبه بشرك جاني محمد فدع الشيخ ابن عثيمين للأخ ابراهيم وابنه قال لك لا تسميه محمد قال لا يا يوبا أنا مسميه على المفتي الشيخ محمد ابراهيم فقال ما دام على المفتي فهذا أمر طيب وكان الشيخ رحمه الله ينادي هذا الابن منذ صغره بالمفتي الأخ ابراهيم كان يعمل في الرياض والشيخ ابن عثيمين كان يتصل شبه يومي على بيت الأخ ابراهيم يقول وين المفتي أخبار المفتي كبر محمد براهيم محمد عثيمين وكبر معاه اللقب حتى هو عمره ست وسبع سنين كانوا العيال بره ما ينادونه إلا بالمفتي الشيخ صالح لحصير رحمه الله كان رئيسا لشؤون الحرمين برتبة وزير إذا قيل له يا معالي الشيخ قال لا معالي ولا مهايط مر الشيخ صالح لحصير رئيس شؤون الحرمين جد دوام على الوانيت وهو يسوق الوانيت لكن ما دخلوه إلا بعد ما تأكدوا من شخصيته تصل مره ولد على الشيخ عبد العز بن باز رحمه الله فقال له يا شيخ الناس بحاجة إلى الفتية ليش ما تحطون في كل مدينة مفتي قال له الشيخ كم عمرك طبعا هو قال لك كم بس احنا نقول كم كم عمرك قال عمري 13 سنة قال له وش اسمك قال اسمي فلان بن فلان قال اقتراحك طيب فأمر الشيخ بن بازن يكتب اتصل بي الابن فلاني الفلاني يقترح الاقتراح الفلاني وأرى عرضه على هيئة كبار العلماء ذكر الشيخ عدي الطنطاوي رحمه الله أنه لما كان يدرس في كلية التربية في مكة نسب بعض الأقوال إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فرفع أحد الطلاب يده وقال له يا شيخ كأن هذا القول ليس من مذهب الإمام أحمد فرفض الشيخ عدي الطنطاوي وقال له بل أخطأت أنت فلما رجع الشيخ عدي إلى بيته وراجع المسألة تبين له صواب الطالب وخطأه هو رحمه الله فكان أول ما صنع في المحاضرة التالية أن اعتذر للطالب على الملأ وقال له أعتذر إليك كنت على صواب وأنا المخطئ الشيخ العلام عبدالله بن عقير رحمه الله مع جلالة قدره في العلم إذا سمع فائد من بعض طلابه أخرج ورقة وكتبها وقال منكم نستفيد الشيخ المصري المقرع عبد الرؤوف سالم رحمه الله كان مقيما في الكويت وكان مرجعا للقراءات وكان وقته كله للقرآن ومع ألم في ركبتيه إلا أنه رحمه الله كان لا يمد رجليه تواضعا واحتراما لمن كان جالسا من الطلاب في مجلسه ألقى الشيخ الشعراوي رحمه الله محاضرة في إحدى الجامعات المصرية فلما ركب سيارته رفع الطلاب سيارته رفعا احتفاءا به فدخل رحمه الله تعالى مسجدا ثم نظف حمامات المسجد وقال أردت أن أؤدب نفسي مواقف العلماء المعاصرين في التواضع كثيرة يصعب حصرها وأسانا تعلم منهم البساطة والعفوية أولين الجانب مع الناس